فكرة مقطع اليوم انه آية رح ترسل لنا خمس فيديوهات بهذه الفيديوهات رح يكون في يوتيوب عين كبار رح نسوي مقارنة بيناتهم ونشوف من الفائز طبعا ملاحظة انه المقطع كله عبارة عن رأي شخصك فرجاء ما تستعركون بالكومنتات لانه فعلا شغل تضوج وعلى كلهم من نسل طبعا قناة آية رح تقوها جوال بوصف كلكم تروحون ونكتبونها من طرفي خيار لإلك بدك تختار بين بيسان اسماعيل أو بين جواني آحبة ستون بدينا أدري الصدمت صحيح نزلت ألف مقطع اليهم بس صراحة بس لما يكونو مشاكل اتابعهم وغيرهيج لا واسطد اذا حبينا انو نقيم بيناتهم كتاقييم انو كانوا كنال نقول انو كانو فيديوهين 1 لبيسان و 1 لجواندي شنو اللي راح أتابع؟ الصراحة أنا حتابع مقطع جواني لأنه أتوقع أنه حيكون فيه جودة محتوى أقل وثاني لو خياروك هو بين أنس الشايب وبين وسام تيكت في السابق صويت مقارنة بين محمد جواني وسام وبوكتها فاز وسام تيكت فأكيدة لو راح أقارن أنس ويا وسام فوسام راح يتغلب بشكل جدا كبير من ناحية الاستمرارية وجودة المحتوى فمبروك وسام على أنك فزت للمرة ثانية وإيانا خياروك هو بين نارين بيوتي أو شيرين أنت مين هيك بتحس أنه ناجح أكثر نارين بيوتي وشيرين بيوتي نارين غير لأنه عندها ثمانية ملايين مشترك وأكثر بكثير من أختها صراحة نحس نارين متفوقة بشكل كبير على أختها نارين وهذا الشي عاد طبعا أنه حب نارين لليوتيوب فخليها تستمر بهذا المجال عكس أختها رغم أنه هي كانت قابلها ولكن ما حبت اليوتيوب مثل ما نارين حبته واشتغلت باليوتيوب أكثر وتعبت عن نفسها صراحة رغم أني صراحة ما أشوف أنه الجودة القوية اللي تقدمها نارين بالمقاطع ولكن أكيد هي حتفوز على أختها المقررة الرابعة ومنه تشوفون الأفضل هاي أريدكم تشاركوني ويايا بالكومنتات وتكتبوني من الأفضل ويعني شوية تشرحون مثل ما أندا سوي حاليا من هالكلام فهد مين بتحس أنت بوجهة نظراك كان الأحسن بيسان اسماعيل وجواني ولا بيسان اسماعيل وأناس أتوقع أني ما راح أقدر أهرب من كلامكم عليها بالكومنتات شنو ما راح أجاوب على هذا السؤال بس الجواب يعني هذا يختلف من الشخص إلى الشخص فمثل عني شوفوا صراحة أنه بيسان وجواني يتفوقون على بيسان وأناس يعني بالبساطة المحتوى اللي كانوا قدموه عكس أنس وبيسان اللي حاليا جاسوا قدمون المحتوى يعني بيس عموا الدخلون لترند مش هدفهم منه يمتعون المشاهد ومن هالكلام فشوفوا صراحة أنه بيسان وجواني يفوقون وتبقى وجهة نظري صراحة باي